موسيقى أشرة الأخبار الاقتصادية من الجزائر الدولية أهلا بكم حققت الجزائر معدل نمو ملحوظ لصادرات الغاز المسال خلال الربع الأول من 2024 بارتفاع قدر بـ 3.4% ووفق البيانات التي أفادت بها وحدة أبحاث الطاقة فقد ارتفعت إمدادات الجزائر من الغاز المسال إلى 3.01 مليون طن خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقابل 2.91 مليون طن خلال الفترة نفسها من السنة الماضية وأشرت وحدة أبحاث الطاقة إلى أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال بلغت نحو 29 مليون طن خلال الثلاثي الأول من السنة مقارنة مع 29.67 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام المصر أنهت أسعار ونفط تدولة الأسبوع الجمعة عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي محقيقة مكاسبا للأسبوع الثاني بدعم من توطرات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط والمخاوث بشأن تناقص الإمنادات وتفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات في جلسة هيمن عليها اللون الأخضر كسرت أسعار الذهب الأسود حاجزت 90 دولارا وحققت أكبر مكاسبها منذ أكتوبر 2023 ليلامس خموبرانت 91.17 دولار للبرميل في جلسة إغلاق الجمعة مسجلا ارتفاعا بـ 52 سنة ما يعادل زيادة قدرها 0.57% موجة صعود القوي مست أيضا خام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي حيث وصل سعره إلى 86.91 دولارا للبرميل محققا ارتفاعا بـ 32 سنة ما يعادل زيادة بـ 0.37% وعلى صعيد سلة أوباك حقق الخام الجزائري المعروف بسحار بلند إحدى أكبر الزيادات ليسجل 93.32 دولارا للبرميل الصعود القوي للخام قاده لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي تجاوزت 4% مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع بخاوف المستثمرين بشأن شح الإمدادات وهو ما رسم حالة من عدم اليقين في السوق العالمية خصوصا مع انخفاضا ملحوظا لمخزونات النفط الأمريكية عوامل تعبد الطريقة لبرميل النفط للوصول إلى عتبة 100 دولار في حال استمرار حدة الأزمات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى إخلال بتوازن السوق سعر الذهب الأسود كان قد بلغ أعلى مستوياته شهر سبتمبر من السنة الماضية ليلامس حدود المائة دولار قبل أن يعاود منحه التنازل مع نهاية السنة ذاتها إلى 77.85 دولارا للبرميلة الأرقام الحالية والمعطيات الجيوسياسية تدعم المصارى التصاعد لبرميل النفط المرشح للوصول إلى الأرقام الثلاثية في غضون الأشهر القليلة المقبلة دعا المستشار الألماني أولف شولتز زعماء الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة الاتفاق على مجموعة من الإصلاحات قبل المضي في توسعة تكتل وأكد شولتز خلال اجتماع لحزب الاشتراكيين الأوروبيين في بخارس أن المهمة الأساسية للاتحاد الأوروبي هو صياغة قواعد جديدة لمسيرات النهج الجديد للتكتل في جذب أعضاء جدد على هذه القواعد أن تكون مفاعلة خلال الصيف المقبل تعزيز دور أوروبا كلاعب جيوسياسي يعني أيضا الاستخدام الأفضل لواحدة من أقوى أدوات سياستنا الخارجية سياسة التوسع لدينا لكن لا يمكن الاتحاد الأوروبي يضم 32 أو 35 عضوا العمل بالقواعد الموضوعة لاتحاد أصغر لقد اتفقنا على الحاجة إلى مثل هذه الإصلاحات كما نهدف إلى اعتماد خارطة طريق لهذه العملية المهمة بحلول الصيف تتوقع إيطاليا أن تظل الديون أقل من 140% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024 وقال وكيل وزارة المالية الإيطالية فيديريكو فريني إن النمو المتوقع للبلاد سيكون حوالي 1% خلال السنة الجارية فريني أكد أكضا أن خسخصة بعض الشركات المدرجة التي تمتلك إيطاليا حصصا فيها لن يتم التعجل فيها كونها جزء من خطة مدتها ثلاث سنوات بقيمة تقارب 22 مليار دولار ارتفعت احتياطات الصين من النقد الأجنبي بمقدار 19.8 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي وحسب البيانات التي قدمتها وكالة رويترز فقد زادت احتياطات الصين من النقد الأجنبي في ظل ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى لتصل إلى 3 تريليونات و246 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3 تريليونات و226 مليار دولار خلال شهر فيفري وازادت قيمة احتياطات الصين من الذهب إلى 161 مليار دولار خلال شهر مارس مقابل 148 مليار دولار في نهاية فيفري أشار الموقع الرسمي للبنك الدولي إلى أن الرعاية الصحية هي استثمار وليست أموالا مهدرة وبإمكانها تحقيق فوائد وعوائد اقتصادية كبيرة للبلدين البنك أو للبلدان البنك الدولي كشف عن برامج الاجتماعات السنوية للمجموعة في العاصمة الأمريكية واشنطن المرتقب بالعقادها في 18 أفريل الجاري الذي سيحتضن فعالية حول توسيع مظلة الخدمات الصحية وأشار البنك الدولي إلى أنه يمكن للرعاية الصحية ميسورة التكلفة التي يسهل الحصول عليها أن تطلق طاقات وإمكانات لرأس المال البشري وأضاف البيان أن نصف سكان العالم يفتقرون إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية ويواجه مليار شخص صعوبات مالية بسبب نفقات الرعاية الصحية والعلاج أكد صندوق النقطة الدولية استعداده لمساعدة باكستان للخروج من أزمته الاقتصادية وتحقيق استقراره المالي والخارجي من البرنامج الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار وأضحت جولي كوزاك مديرة الاتصالات بصندوق أن السلطات إسلام عباد أبانت عن اهتمامها ببرنامج جديد يدعم الصندوق لإرساء الأساس لنمو شامل تزامنا وتكثيف مناقشاتها برنامج إنقاذ آخر من الهيئة المالية الدولية إننا مستعدون للمشاركة في مناقشات البرنامج في الأشهر المقبلة اجتماع المجلس التنفيذي للبنك سيُعقد في نهاية هذا الشهر المواثقة على صرف المبلغ الباقي وهو 1.1 مليار دولار من اتفاق الاستعداد الاعتماني بعد اتفاق على مستوى الموظفين بين باكستان والصندوق تعتزم الهند جذب استثمارات أجنبية بإجمالي 100 مليار دولار سنويا لتعزيز اقتصاد البلاد وتنوعه من دون الصين هذا وقال سكريتير وزارة تعزيز الصناعة وتجارة الداخلية الهندي راجيش كومار سينغ إن هدف بلاده الوصول إلى متوسط 100 مليار دولار على الأقل على مدى السنوات الخمس المقبلة وهو اتجاه إيجابي للغاية وتصاعدي المسؤول الهندي كشف أن هذا الهدف الطموح يقارن بمتوسط سنوي يزيد عن 70 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الخمس حتى مارس 2023 ختم النشرة الاقتصادية تابعوا 24 نيوز على منصات تواصل اجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا موقعها الالكتروني في خدمتكم الى لقاء اشتركوا في القناة